كيو على الهاردوير بما نوفميش تيك برو في رمضان خيارة نحكي على أحسن التطبيقات على هواتفنا واليوم بش نبدأ بتطبيقات الأندرويد إليكم عشرة تطبيقات مستحسن تكون محملة على تليفونك الأندرويد أول تطبيق هو النوفالانشر نوفالانشر هو الحل المثالي إذا تحب تخصص الواجهة متاع تليفونك تخصص الرموز، الخلفيات تبدل الشكل الكامل متاع الواجهة متاعك الحاجة سبيسيال في نوفالانشر مقارنة ببقية المنافسين أنه سهل الاستعمال وخاصة التحديثات متاعه أسرع من الأخرين التطبيق الثاني من الممكن أنه يكون موجود عندك برديفون نحكيه على جوجل فوتوز يقدم تخزين غير محدود لصور وبجودة عالية إدارة صور زدى بطريقة ذاكية وفهم زدها تاوى معه أدوات تحرير فعارة يعني تنجم تروتش تصورك عليه أما فهم التطبيق تابع جوجل بش نحكيه عليه من بعد هو ممتاز لروتش تتصور فالث تطبيق هو last pass خيار ممتاز إذا تحب تتخزن ولا تولد لمتباسمتعك يساعدك في إدارة كلمات المرور بشكل آمن هذا يعاونك بش أنك تأمن حسابيتك عبر الإنترنت وكان سيت حاجة موجودة عنده هو نجيل تطبيقي المفضل إذا عندك صعوبة بش تستحفظ على المقالات اللي تقرهم أونليني سهل على الأخر تاخذ اللينك تصوبوا عنده وزيد إذا ما عندكش إنترنت تنجم تكمل تقرى الإرتيكل متاعك أتمامه من الحاجة الأحسن هو أنك تنجم تكليكي على play وهو يقرأ لك الإرتيكل اللي أنت ما كملتوش الإنترفيس نتعوم مزيينة وصرتو يشهيك بأنك تقرأ نتعديه للتطبيقة اللي بعده اللي هو tasker إذا أنت تحب تتحكم تحكم كامل في تليفونك فهنو تطبيقة ذا يعاونك أنك تعمل قواعد واتفعلهم لكنا نحبه نظام نحبه نحطه لتاسك متاعنا ونحبه نعرفه إحنا وين ماشين إسكمورنا من نظمة وإلى ليه التطبيق اللي بعده هو الكام سكانر اللي مسح وتحرير المستندات بطريقة سهلة على الأخر يعني تسكاني ليدوكيمون متاعك أوتوماتيكمو يدابتي كل شيء ويخرجهم لك دي في شيء بدايف ونواسطه في البرودكتيفتي مع تطبيق الأفكارك تنجم تحضر فيه سكريبس متاعك متاع فيديويتك تنظم أمورك تحط لبلانينج متاعك تيرى على الأخر تطبيقة ذا وإذا تنجم تسجل ليدوكيمون بالأوديو المهم أنك تحافظ على ملاحظاتك المهمة اللي يتعديوه عليك ويتعديوه على بالك طول النهار نرجع تقوى للجوجل ونحكي وراء تطبيق سناب سيد يقدم أدوات تحرير فعالة وسهلة وهنا نروض شبيه تساوري وممتاز صورته في تصليحة تساور إذا عندك حاجة تحب تنحيها ما تصويرها ولا تحبك تحسن في الألوان مثلا نمشي إلى تطبيق مختلف واللي هو دوولينجو يقدم دروس تفاعلية وتحديات يوميا دوولينجو يعلمك اللغات بطريقة ممتعة وفعالة وإنه هذا أحسن تطبيق رأى على اندرويد بالنسبة للغات التطبيق الأخير تطبيق سبيسيال تكسترا اسم اس اكتشفتم مؤخرا تطبيق ذا يعطيك واجهة استخدام مزيانة وفاردة من نوحة للي يبعث برشة اسم اسات فانو نجمعيش تجربة سبيسيال هنا هذي كان انت عشرة تطبيقات ننصح بها على اندرويد نتقابلوا جمع جايبش نحكيوا على تطبيقات الـ IOS باي باي